ماذا بك يا سيدة قريش أراك شاردا يا أبا سفيان أفكر في أحوالنا يا عكرمة ما زال محمد ينشر دعوته ويجمع المريدين من حوله ولم تثنه هزيمته في أحد عن المضي في نشر دينه المزعوم ولقد برئ من كل جراحه والتفأت باعه من حوله أكثر وأكثر وماذا عسانا نفعل يا أبا سفيان ألا يوجج رجل من أهل مكة أو المدينة يقتل محمدا ونلهي هذا الأمر أقسم بالله والعزة لأمنحن من يأتيني برأس محمد أموالا لم تمنح لرجل في أي زمان نرسل من ينشر هذا بين القبائل ولننتظر لعلنا نجد هذا الرجل يا رجل يا رجل هل منزلوا أبي سفيانا سيدي قريش من هذه النحية أخبروني أنك تريد مقابلتي من تكون أنا رجل فقير سمعت أنك رصدت مالا وفيرا لمن يأتيك برأس محمد فها أنا ذاه على دم الاستعداد وهل تقدر على قتل محمد وسط أتباعه في المدينة؟ سترى بعينيك ما أفعله حسنا سأمنحك مالا وسلاحا أريد مالا فقط ولا حاجة لي بالسلاح فلدي خنجري الذي أثق به تمام الثقة وأنا ترك لي ثقتك بنفسك وخنجري كان رسول الله في المسجد وحوله المسلمون يسمعون إليه وهو يمنحهم الدروس والعظات ويعلمهم من أمور دينهم فدخل أعرابي إلى المسجد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة من حوله هذا الرجل يريد غدرا والله حائل بينه وبين ما يريد يا قوم أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب ابتعد يا رجل عن رسول الله يا رسول الله هذا الرجل غادر إن معه خنجرا فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسيد بن حضير والصحابة أن يترقوه وأن يحضروه إليه دمي دمي يا محمد فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي أن يصدقه القول قال له من أنت ومن أقدمك فإن صدقتني فقد نفعك الصدق وإن كذبتني فقد اطلعت على ما هممت به فأنا آمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت آمن لقد منحني أبو سفيان مالا ووعدني بكنوز الأرض ذهبا إذا أتيته برأسك هذا هو الصدق يا محمد فأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير أن يضع الأعرابية في منزله حتى الصباح ليرى ماذا سيفعل في أمره وفي اليوم التالي أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فجاء بالأعرابي من منزل أسيد بن حضير وجلس الأعرابي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوقعا أن تطير رقبته في أي لحظة بسيف من سيوف صحابة رسول الله المجتمعين حوله إلا أن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسانيته وتسامحه تجلت في تلك اللحظة يا محمد ماذا أنت فاعل معي؟ أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنتك فاذهب حيث شئت أو أقول لك ما هو خير لك من ذلك وما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله وأنك على حق يا محمد وأن حزب أبي سفيان هو حزب الشيطان وفي المسجد اجتمع الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم لينظروا في أمر أبي سفيان وعداوته للمسلمين وتآمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنعلنها حربا جديدة فهذا عدوان وتحريض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتحضرى لي أبا سفيان أنا يا رسول الله أنا أتيك به أنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اخترت عمر بن أمية الضمري وسلم بن أسلم فلتحضرى لي أبا سفيان والتقم محاكمته هنا في المدينة محاكمة عادلة سمعا وطاعة يا رسول الله ليكن ما أردت يا رسول الله هل تعتقد بأن إحضار أبي سفيان من بين رجاله وأعوانه أمر يسير؟ سنفعل إن شاء الله ما أمرنا به رسول الله لدي خطة سأخبرك بها مرحى مرحى عمر بن أمية في مكة ما هذا الشرف الكبير؟ معاوية بن أبي سفيان كيف حالك وحال أبيك؟ بخير حال ماذا زمن لم نرك فيه منذ اتبعت محمدا؟ عمر بن أمية في مكة؟ إذن هناك أمر ما يدبره محمد أعتقد هذا يا أبي فقد ارتبك وتلعثم بمجرد أن شهدني وانصرف مسرعا هو وصاحبه إذن محمد يفعل معي ما أردت أن أفعله معه أرسل من يقتلني لكن والات والعزة لن يكون أبدا لنقتل عمر بن أمية وصاحبه ونرسل جثتيهما لمحمد ليتعلم أن لا يكرر هذا الأمر مع سيد قريش هو ما قلته يا معاوية اجمع الرجال وابحثوا عن عمر بن أمية وصاحبه واتوني برأسهما فورا لقد عرفوني يا سلمة أسرع قبل أن ينالوا منا هل ويل لنا سنسقط في أيديهم يا عمر لن نفلت منهم بل سنفلت بأمر الله انظر فلنختبئ داخل هذا الغار أسرع يا سلمة حكمة وسرعة بديها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن التصرف لقد ابتعدت أصوات رجال أبي سفيان هبتوا أنهم فقدوا أفارنا يبدو هذا سننكث قليلا ثم نوصل عائدين إلى المدينة في الظلام أنصت أنصت يا عمر هناك أحد خارج الغار انتظر هنا ولا تتحرك حسنا لتبحث عن طعامك أيها الفرس العزيز أما أنا فسأسريح قليلا من هناك؟ عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي مرحى مرحى هل تتذكرني؟ آه عمر بن أمية الضمري إن الرجال يبحثون عنك ولكنها فرصة قد لا تعود لكي أظفر بك وحدي احترس يا عمر قتلتني أيها الحقير يا قوم يا رجال قريش هل أمه إلي هل أمه قتلني بن أمية الضمري ماذا سنفعل يا عمر؟ اذهب أنت يا سلمة ارحل بفرسك إلى رسول الله قبل أن يأتي رجال قريش لن أتركك بمفردك ارحل وسيختبئ أنا لأفرقهم عند حضورهم ارحل هل تسمعون ما أسمع؟ إنه صراخ رجل يأتي من هذه الناحية هيا اتبعوني ها عثمان من فعل بك هذا؟ ها إنه إنه عمر بن أمية كنت أعلم أنه ما أتى لخير أبدا وأينه الآن؟ لقد مات الرجل مات ابحاثوا في كل مكان أريد عمر بن أمية تبين يدي فورا لقد عاد سلمة بن أسلم أين عمر بن أمية يا ابن أسلم؟ هذا ما حدث يا رسول الله مات الرجل ولا